موسيقى صباح الخير مشاهدين اهلا بكم لهذه الحلقة من كلام بيروت تتجه الانظار اليوم للاجتماع العاشر للجنة سياغة البيان الوزري وسط انقسام حاد بين فريقين 8 و14 ذار حول الفقر المتعلقة بالمقاومة علما ان هناك سياغ طرحت في هذا الشأن وفي الوقت ذاته لا تزال تدعيات اطلاق راهبات معلولة تتوالى هذه الموضع وغيرها لجانب موضوع رئاسة الجمهورية والتطورات في سوريا نتابعها مباشرة في كلام بيروت من استوديو مع النائب الاستاذ الي ماروني رئيس كتلة نواب الكتائب اللبنانية صباح الخير مع للوزن صباح النور اهلا فيك بكلام بيروت مجددا نبدأ الحلقة اليوم بكاريكاتور لارمان حمسي بالنهار رسم تحت عنوان بانتظار الوحي رجلا مفكرا بأوضاع مختلفة مع قلم وامامه كومي من الاوراق ممزقة وحمل احدها عبارة صياغ حول المقاومة واخرى كتب عليها البيان الوزاري بعتقد الامور بدأت تتوضح ما عادها الادة ضبوبية يعني بعتقد انه اليوم قد تكون جلسي الفاصلي اه والحاسمي وبعتقد انه الاجواء رايحة الى اصدار بيان الوزاري وعرضه على مجلس النوة ولكن لماذا الانتظار حتى الاسبوع الاخير مازال هذا التوجه موجود يعني بتعرف عشرة شهر للتأليف قد دون عشر اسابيع لصياغة البيان الوزاري للأسف انه مصالح اللبنانيين مش عم تأخذ بعين الاعتبار ولا اي مكان وبالتالي بدل ما نعجل الامور ونزيل العقد من امام الحكومة لا تقدر تقوم بويش بيتها خصوصا انه عشرة شهر من التعطيل كانت كافية لتتراكم الامور والمعيشية والحياتية بحق المواطن للأسف ما في مين يسأل ما في مين يحاسب ما في مين يرضع بلد فلتان هذا اذا ما اخذنا بعين الانتبار انه بدنا ننزل عمجلس النوة في جلسات للتقل مجلس النوة قد يكون الحلقة الاسرع هالمرة لانه خلال 48 ساعة بعد توزيع البيان الوزاري ستبدأ الجلسات وبالتالي يومين ثلاثة وبيكون انتهى كل شي كنا نقول سابقا انه ما زال تم الاتفاق هذا الراعي الاقليمي اذا صح التعبير حصل اتفاق لتشكيل الحكومة لماذا لم يتم ايضا يعني الا يمكن كان الاتفاق على موضوع بين وزاري وانهاء الامور بسرعة لحتى الحكومة تعمل يعني خلينا نحكي شوي ما نضحك على المواطن كل فريق عم بيحاول طبيض الصفحة امام مجموعته الشعبية وبالتالي ثوق عقاظ من المزيدات لانه انا برأيي مثل ما التقاطع الاقليمي اللي ولد الحكومة هو نفسه سيولد البيان الوزاري والاجواء كانت قبل تشكيل الحكومة انه رحلوا موضوع البيان الوزاري الى اللجنة اللي ستتولى الصياغة وبالتالي الامور محلولة واللغة العربية مطاطة وقادرة على استيعاب جميع المفردات ما لنشوف اليوم عبقرية العباقرة شو بدها تنتج لللبنانيين من صيغة صفحة او صفحتين استغرقت عشر جلسات التقاطع بين مقاله وزير الخارجي جبران باسيل باجتماع وزراء الخارجي العرب ومقاله الرئيس بر اليوم بصحفة الاخبار والاتصال مع النائب جمبلاط وكان هذا نوع من الاتفاق انه هذه الصيغة تقريبا مضمونة من وحي او من مضمون مقاله وزير باسيل يعني بدون ينزيد علي ما يشير الى انه يجب التنصيق مع الدولة مع الدولة وان تكون كل الامور في كنف الدولة اللبنانية بس هون انا بدي اذكر حقيقة بحكومة العهد الاولى حكومة الرئيس وات السنيورة كنت انا فيها وزيرا وكننا عمال ناقش البيان الوزاري اكترح المرحوم نسيب لحود اضافة عبارة في كنف الدولة فكانت من رابع المستحيلات خلينا ما بقى نضحك على حالنا هالمجموعة مجموعة 8 اذار ما بده دولي بده دويلي بده تضل تلف وتدور بعبارات وصيغ لحتى تدلخ خالق على نفس المبررات لتبقى وتستمر باستنزيف الوطن ومقومات الوطن وقدرات الوطن اليوم نحن عم نبرم على مشروع بناء دولي على مؤسسات للدولة اللبنانية هني عم يبرموا على تحتيم الدولة لانه انا ما بفهم وما بعرف وما عم بستوعب كيف بيرفضوا انه ان تكون المقاومة اذا كانت موجودة في كنف الدولة اللبنانية ليش هني تبعين لاي دولة لايران لاسوريا ام تبعين للبنان فلذلك نحن مصرين وانا بتمنى على من يمثلنا كاربتعاش ازار ايوه في نجلة سياقة البيان الوزارية انه يخدم عن الاعتبار كل الشهداء اللي سقطوا يخدم عن الاعتبار كل محطات العذاب اللي عنينها يخدم عن الاعتبار انه اليوم هني عندهم اماني بدون يحافظوا عليها ممنوع اي مقاومة ممنوع اي عمل عسكري الا برعاية الدولة اللبنانية وانا على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام ولكن واضح انه المقاومة منذ ذكرت هذه الحادثة بهذا التاريخ عم تربح وتنجح بان يكون ما تقوله هو الذي ينافع لانه عند فريقنا يعني عم بيكون امه بي الصبي وعم بيخاف على لبنان وعم يسعى على بناء المؤسسات فلذلك عم بتكون التنازلات عند فريقنا اكبر بكتير حفاظا على ما تبقى من مؤسسات ومن دولة انا بفهم انه خوفنا على انفراط الدولة خوفنا على ضياع ما تبقى مننا عم بيخلي يكون بمحطات معينة في تنازلات معينة بس بأعتقد انه طفح الكيل وصلنا الى مكان ما بيعود بقى فيه نتنازل وإلا وصلنا الى التحت الذي لم يعد من تحته تحت يعني من واحد الكلام اللي عم بتقوله وبالنهار اليوم بيان مرجعية الدولة ام بيان المقاومة باللواء ايضا مقاومة بالاتفاق ام بالاذعان انا بقول لك بالاذعان لانه اذا عادت من احنا ليش بنقول لما بيطالبوا بتعديل الدستور او بهيئة تأسية للوطن منقلهم ما بيجوز هايدي الامور في ظل السلاح نعم لانه لما بتعمل اتفاق في ظل السلاح وانت خائف او انت قلق او انت مرهب بعمر معين فما بيعود في اتفاق وفاقي ورضائي بيصير في اتفاق ازعان ايوا اليوم نحنا من الالفين وست شكرنا المقاومة وودعناها لانه ما بقى في اراضي محتلة في بعض مزارع شبعة نحنا عم نطالب بسوريا باعتراف لبنانيتها نحن لا دبلوماسية عند اذا انت نطبق عليها القرارات الدولية ايوا في من الالفين وست ما شفنا نحنا المقاومة دربة كف لا اسرائيل بل عم تضربنا الكفتل والاخر بالداخل وعم بتحارب الى جانب النظام السوري والى اخره وعم تستعمل هذا السلاح لترهيب القرار السياسي ولياخذ القرار السياسي الى حيث تريد فبالتالي نحنا منعتبر انه العمل المقاومة انتهت نين انا بيعرفي انه لما لبنان بيتعرض الى اي خطر في جيش وقال له لشوش جيش انه لش عم نعمل جيش من 70-80 الف عسكري لاي عم ندفع درائب واموال هايلي لجيش اللبناني اللي احنا فخورين فيه لايش هالجيش اللي عم نبنيه بدموعنا وبلحظة لحظة وفي خيره شباب الوطن مش هو بده يستلم امن الوطن والمواطن لانه علينا اشغاله بكتير قضايا بالداخل مهني عم يشغلوه بالداخل لا ضلوا يقولوا انه الجيش عاجز عن ضبط الحدود لشاني عاجزين عن ضبط الحدود من ايام قليلي او اسابيع حكي عن غارة على الية لحزب الله بجرود بريتيل وحرطة شوين المقاومة ليش ما ردت ليش المقاومة تنشط على الموضوع ما بقى فيه مقاومة فيه فريق معه سلاح مبسوط فيه عم بيهيمن على القرار عم يفرض ما يريد من قرارات سياسية فلذلك اليوم نورد بالبيانة الوزاري او ما ورد لسه بده حل بغير مكان هادو الكلام هل هو فعلا الموضوع ان يريد اسم المقاومة ام لا منه موضوع استراتيجي يعني هي نوع من الشرعني او عدم الشرعني وهذا اللي خلينا 2006 مشرعني يعني على كل حال البيانة الوزاري هو مش قانون اه لا ينطبق ويلزم اللبنانيون بتنفيذه البيانة الوزاري هو خارطة طريق لعمل الحكومة التي قد طرحل في ايوم من الايام يعني ما في قانون وهو معلشي لو اعطيتني وقت رحنا بحكومة الرئيس الميقاطي الى حد طعن لدى المجلس الدستوري بمعادلة الجيش والشعب المقاومة كنواب الكتاب نعم ومضى معنا صديقنا وحبيبنا عقاب سأل نعم وبالتالي نحنا كنا بنعرف انه المجلس الدستوري بد يرد علينا ويقلنا انا مخول البحث في دستورية القوانين والبيانة الوزارية ليس بقانون هيدا اللي كان بدنا ايه لنقول بقى للجميع البيانة الوزارية مش قانون البيانة الوزارية عبارة عن خارطة الطريق وانا نحن هلأ رح ننتقل كنواب زحلي من عندك الى القصر الحكومي نعم عند الرئيس تمام سلام انا بدي اقترح علي ان يدلي بخطاب امام مجلس النواب يكون خارطة الطريق لعمل الحكومي بعد فيه شهرين مش اكتر وبالتالي ينال الثقة ولا ينال على هذا الاساس لانه لو جمعنا البيانة مش عساس بيان وزاري مش عساس بيان وزاري مش عساس بيان وزاري خليم بعد بشارلي لو جمع فيه كتاب عندي عن البيانات الوزارية من سنة 43 حتى اليوم خلينا نشوف هل وصلنا الى نسبة 5% من هذه البيانات التطبيق فلذلك ما بقى يضحكوا على الشعب اللبناني وما بقى يساوموا وما بقى يساوموا وما بقى يساوموا وما بقى يساوموا بالقرارات خلينا نقول الامور مثل ما هي حاس بلا متمسك بسلاحه لانه بالتمسك عم بيسيطر على قرار الشرعي اللبناني وهذا المطلق هذا الواقع جمهوركم يا يشعر بالإحباط والجمهور الفيق لاخر عم يشعر انه هو عم ينتصر كل الوقت جمهورنا اليوم استوعب عملية تشكيل الحكومة لانه خلينا نقول نحن ليش رحنا على الحكومة انا رح احكيها بكل بساطة وعلى مسؤوليتي اليوم كنا مع حكومة الرئيس ميقاطي عنا حكومة من 30 وزير ضدك اليوم عندك على الاقل نص الحكومة ونص البلد اليك خلينا نسترجع بلدنا شأفي شأفي اتنين الوضع المعيشي الوضع الخدماتي الوضع الاقتصادي الوضع السياحي الوضع الامني كل هذه الامور بحاجة الى معالجة واليوم قدرنا يعني بشكل او ما في بعض الحقائب المهمية اللي صارت بيئت فريق 14 ازار خلينا نحافظ قدر الامكان على ما نستطيع من البلد احنا ما يفلط بنا كل البلد فانا لأولى بدل ما نعطيهم كل البلد هلأ معهم نص البلد ومعنا النص على امل انه نقشطوا النص التاني وناخدوا الى كنافة دولة هني سمحوا لكم تاخدوا النص بموضوع البيان الوزاري وانه الامور لا تزال عالقة عند الانقسام بين موقف 14 ادار يلي يتمسك بمرجعية الدولة موقف حزب الله الذي يتمسك بذكر المقاومة بدون ارتباط بالدولة والاشارة الى مرجعيتها مصدر وزاري بالاجتماع انه الوزارة 14 ادار سيحضون اليوم على انهاء البحث بمشروع البيان الوزاري بسرعة على اساس ان يكون بيان بيان الدولة وليس بيان حزب الله بعتقد الكلام اللي قلته كان واضح بموضوع اعلان بعبدة بصحيفة اللواء انه رئيس الجمهورية او رئيس تمام سلام يريد الحسم قد يتجه الى موضوع مجلس الوزارة واضح انه الامور قد تكون بمكان اخر مصادر رئيس الجمهورية تقول انه يفضل يتم رئيس الجمهورية يتم انجاز البيان داخل لجنة السياغة مشهيرة انه يفترض بالكتل الممثلة في اللجنة ان تقوم بهذه المهمة رئيس الجمهورية يؤيد كل ما تقره اللجنة شرط عدم الخروج عن الدستور ويقول هو بيان اعلان بعبدة صار ارفع وكأنه هالكلام انه ازاحته تطيره يعني خليني اقول لك ما بيجوز اليوم كل الحكومي ممثلي بلجنة سياغة البيان الوزاري في تمثيل لكل الكتل تقريبا اللي موجود داخل الحكومة فلذلك اليوم ما فينا نروح التصويت لانه رح تبقى النتيجة هي هي الموافق موافق والرافض راح يزداد عدد الموافق انه مؤصف انه كل شي منيح بالبلد ما عم نقدي عم نحطه عشانا اليوم الكلنا بنعرف انه التدخل في وحول الحرب السورية جرتنا الى الويلات وقبله تاريخيا لبنان يعني كل ما قرب حدا باي دولة نحنا عنا بيصابوا بالرشحة ايوه بيعطسوا عنا صح لايك هلا صبا منه نعم بس اليوم الحياد حياد لبنان تحييده عن هالصراعات حتى نقدر نبنيه الحقيقة لبنان لو منتطلع شوي بالوضع مقبيل كل لبناني باللبنان صار فيه اربعة سورية واثنية فلسطينية مزبوط يعني ما بقى يجوز يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم ما في سوق العمل واقفي بطالة منتشرة الجامعات عم بتخرج عطلين عن العمل عندي بعد ايام بمعهد نوع من محاضرة لطلاب شو بدي يقلهم بدي يقلهم انه انتوا اليوم مبسوطين انه عم تتعلموا بكرة ألمكن الكبير لما بتخرجوا من سوق الجامعة الى سوق البطالة فهذا الامور يلي نحنا عم نبحثها ونحكيها انه حرام تعولنا نبني دولي ما بقى في شيء من مقاومة دولي ماء ما بقى فيه الدنيا يعني عم بتشتي هاي عم نعتبرها عجيبة انه عم تشتي ببلد الماء شو بعض النطرين هلا نفقد كل شيء هل نطرين نرجع نصير بخيمة ما في صحراء ما لانه بلدنا احتل الحل عند الرئيس بري لانه اليوم العنوان لافت بالاخبار بري حق المقاومة يشمل حماية النفط ويقول لمساومة على موضوع يعني على العبارة المقاومة حماية النفط والمياه ايضا ويقول ايضا كما كتب نقول نصيف بالاخبار لا تقتصر الصيغة المقترحة لتكريس المقاومة في البيان على الجانبين العسكري والامني بل يشمل ايضا كل اعتداء اسرائيلي على الحقوق والثروات اللبنانية انتهاك الارض والجو والنفط والمياه اللدين يعني بيعنوا هذا الموضوع المقاومة واللبنانيين بالدفاع عنهما وتساوي الصيغة برأي الرئيس بري بأن هذه الحقوق التي يتمسك بها لبنان والانتباعات الايجابية التي يشيع يقول انه هناك تمسك بالدستور وفي موقف الفريق الاخر يعني واضحة جدا النفط بالنتيجة هو اذا وجد سيكون لكل لبنان وكل لبنانيين يعني عم بقرأ تقرير منكم يوم ما نعطي كتير هالي ونبني امال يعني على الكميات اللي عم تنوجد خلينا شوي نكون موضوعيين ومتواضعين لأنه الحقيقة مبنت امال كتير خلينا شوي نمتر من تقرير جديد لأنه اللي قريناه مش كتير بريح مثل ما حطونا بجو اكتر من شركة اكدت انه فيه كميات تجارية كبيرة فيه كميات بس اللي عم نشوفها هل حتقدر تصدر انت الغاز وال كفي بالاول حالنا وبعدها ان شاء الله ان شاء الله بس اسرائيل عم تنبلشت الانتاج عظيم فيه دولة لبنانية وفيه جيش لبناني بيحمل نافط فيه دولة لبنانية وجيش لبناني بيحمل ماء وإلا لأنه النفط والماء والأرض هني لكل لبنان وكل لبنانيين هتلا نعمل مزرعة ونحمل كل الناس سلاح ونصير مثل فيه تنام ايام الحرب وكل مجموعة تحمي شيء وتحمل السلاح ونتحول الى الدكاكين بالإحياء حاملين سلاح على بعضنا البعض فيه دولة فيه مؤسسات فيه مؤسسات أمنية هني وحدهم الملاجين بيرد أي اعتداء وخصوصا الاعتداء الإسرائيلي عن أرضنا وشعبنا وماينا ونفطنا وبالتالي بكرة بنقول المقاومة كمان هي مسؤولة عن الهوى المقاومة مسؤولة عن الشجر المقاومة مسؤولة عن البشر المقاومة مسؤولة عن الترابح حيكي بنشرعينا مدى الحياة هيت لنشرعينا مدى الحياة ويضل في عنا بلد مقاومة وبدل ما نكون بلد عم ينهض بلد ثقافته ثقافة الحياة بلد عم ينبنى خلينا نصير بلد عم يتدمر بلد عم بيموت ثقافته ثقافة الموت وبالتالي فيه فريق مسلح عم بهيمن على القرار وما بنقدر ناخد قرار إلا إذا ردي عنه هذا الفريق المسلح للأسف نحن منطقنا برجع بقلك هو بناء الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها وإلا صار آن الأوان نقعد كلنا مع بعضنا بكل جدية نسأل بعضنا أي لبنان نريد لأنه بدي أحكي هالخبرية إني فت على أحد المحلات بيزحلي عم بشتري شغلي البنت اللي على الصندوق قالت لي الله يخليكن أصمه الله يخليكن أصمه ما بقى فينا نعيش بقى حتى ما نوصل للشعب اللبناني يقول هذا لأنه كيان لبنان مش واضح لأنه فيه ملل فيه أرف فيه إشمئزاز فيه حقد صار فيه كرهية نحن مبسوطين طلعوا الرهبات لاش لازم كانوا ينخطفوا الرهبات لأنهم بسط أنه طلعوا نحن مبسوطين وهللنا طلع ميشيل السقر لاش لازم ينخطف ميشيل السقر لأن نحن نبسط يعني إذا رجع الحق لأصحابه بيكون صح الصح لما بينلقطوا عصابة الإرهابيين اللي عم بيخطفوا البشر وينعدموا بصيحات لبنان يعني فت على الموضوع حضرتك الذين خطفوا الرهبات رهبات معلولة معروفين جبهة النصرة وكان واضح هذا الفيديو للجبهة الوزعته الخاطفين معروفين لما شاء يصار ومعروف مقرون ومكان إقامتون وطلع أحدون على التلفزيون وهم أنه يطلع على الطفل ويتبقوا أنتوا تكفوا وشغلكون وطلع على التلفزيون تاني نهار يعني الغريب أنه أنه طلع الطفل وتاني نهار خلاص هدئة الأمور كان أشياء لم يكن هالمبرم على طفل حديث طيب هلا هالعقد اللي خلقوه عند الطفل هالألم اللي خلقوه عند أهله وهالرعب اللي عاشوا أهله وعائلته هيدا هيك مجانا منتركه منترك رعب الإرهابيين سيفهم صلت فيه رؤوس كل أطفال لبنان اليوم كل باي أنا بشعر معه أنه صار يشعر بالخوف أنه يودي أولاده على المدرسة حدا يروح معه وبالتالي لأنه اللي خطفه يسرحون ويمرحون يمكن يكونوا بينتنا ونحن مش عارفانين هذا دليل على غياب 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 المؤسسات حدا حدا لاقت الوضع غير الدولة لا معلشي هودي موجودين بمنطقة تحت نفوذ الأمر الواقع على اللي عم يمنع الدولة تيجي طلقتهم مش الدولة اللي عاجزة الدولة خايفة من السلاح يلي نحن عم نحكي عنه لأنه خليني أقول اللي خطفه ميشيل السائر ببريتيل وميشيل السائر أطلق في بريتيل مع احترامي لأهل بريتيل فيه طبعا عصابي موجودة الأمن بييد مين ببريتيل بييد الكتايب ولا بييد القوات ولا بييد تيار المستقبل معروف الأمن بييد مين فإذن هالغطاء اللي موجود هونيك هو اللي عم بيتيح حرية الحركة للسرقين والحرمية والأتلي والإرهبيين ولكن هؤلاء هن الذين أسهموا بإطلاق صراحة الطفل الضغط اللي حصل يمكن أربكهم فأطلقوا الطفل ويمكن أنا ما بنكر أنه أنا واحد من يلي حكوا مع دولة الرئيس نبيه بري بقضية الطفل ميشيل السائر وبلعب دور كبير الرئيس بري مشكور وهو يسأل سؤال كتير مهم ليش بعد المؤسسات الأمنية ما بيفوتوا لقطوهم فنحن يعني مطلوب زرنا مبارح زرت مرجع عملي كبير بالبلد وبالتالي كنت عم بسأله هل رح نبقى سكتين ما نعتقلون وما نشهر باللي حميهم ليش لحتى يصير فيه صورة شاملة إنه فيه فريق حميهم له فيه حدا حاطت عليهم غطا حلينا نشهر فيه لهذا الحدا هو المعادلة بين موضوع أن تكون الدولة والجيش والمؤسسات تدعم المقاومة أو أنه أن يكون الجيش والمقاومة تدعم المؤسسات والجيش هذا هي إمكان ما فيه كيان مستقلة مقاومة بدولة مستقلة عنده كيانة فيه اليوم إذا تعرض لبنان إلى اعتداء وهوني أنا بدي ركز سوري أو إسرائيلي لأنه هلأ من شوي سمعنا بموجز الأخبار إنه الجيش السوري النظامي دخل إلى عكار واحتل حاجز للجيش اللبناني نتمنى على معالي وزير الخارجي والمغتربين أن يأخذ علما بذلك ويفرجينا شو بدو يقول بهذا الإطار اليوم أي اعتداء بيتعرض إلو أي رقعة من أراضي لبنان أو أي مواطن لبناني مفروض أنه الدولي كله والشعب كله الشعب يكون بخدمة الدولة وبيكنف الدولة برعاية الدولة عم بيقوم مع الدولة انطلاقا من كلامك السيد رفيق خوري بصحيفة الأنوار يتحدث عن أنه عن بنية لدور وطني مش موضوع الكلام اليوم بالبنية الوزارة المقاومة أو غيرها وبالتالي أنه الحكومات مش هي أساس كل شيء الأهم أنه ما تكون الدولة أمراء لطواقف بل دولة المواطنين أيضا بالسفير ملاك عقيل يتحدث أن اللبنانيين يتحدث ملاك ما عاد يهمون مهمون شو بدك تعمل هالحكومة لألون لأنه قلتلك المواطن وصل إلى حالة اليأس والأحباط وإذا بدك إلى حالة الجوع أنا بيكفي أنك تتمشى بالأسواق التجارية تسأل التجار إذا كان في حركة أو إذا كان في بيع أنا شفت بفترة الأعياد اللي ما رأيت عداي الميلادور السرين طبعا عادة الصولد الأوكازيون بيكون بعد الأعياد كان قبل ما في حدا و70% و80% ما في حدا واليوم صاروا العالم عم تروح تبرم على يعني الأصناف الأقل سعرا تشتريها لأنه اليوم الوضع الاقتصادي منهار والأرباب العمل عم بيصرخوا والعمال عم بيصرخوا يعني كنا نسمع العمال عم بيصرخوا يطالبوا بزوجة معاد هلأ في صرخة من الكل ما حتى العامل معاد قادي يصرخ لأنه بدي يقلوا رب العمل روح فل نعم رح نتابع معك مع الوزير اللي مروني هذا الحوار على التوقف الاستراحة أولى ابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم مشاهدين من جديد لهذه الحلقة من كلام بيروت مع رئيس كتلة نواب الكتائب اللبنانية الأستاذ مع الوزير اللي مروني وعوضوا كتلة نواب زحلي وعوضوا كتلة نواب زحلي أيضا يوم حكينا جاي وفد من زحلي من نواب زحلي حتصوفوا رئيس الحكومة هاي بإطار سلسلي من التحركات رح نبشرها والأنا بشرطة من قبل يعني لحن نستكملها عزيزي بزيارة كل المسؤولين لأنه صار فيه استبعاد زحلي استبعاد هلأ زحلي وغيرها من المدن مش باززحلي عن صيدة كمان عزيزي عقل ابنا وما كان فيها ممثل بالحكومة وبالتالي من أن نعود بالخدمات من الوزراء يهتموا تعويدا عن النقص الحصل بالتمثيل لا يبلشوا شغل روء على يوم ما هلأ لا ياخدوا الصفقة يعني نرجع لموضوع إطلاق رهيبات دير مرتقلة بمعلولة في كثير من التفاصيل واضح الدور للواء عباس إبراهيم واضح الدور القطري يعني الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية من خلال اللواء عباس إبراهيم ولكن بعض التفاصيل يعني الاتصال القطري أو أنه كيف تم التواصل مع النظام أو كيف تم إطلاق سراح المعتقلات بالسجون السورية وبالتالي وصولا مش واضحة ولكن الأهم أنه فعلا أطلق صراحهم تم انتهاء من هذا الملك يعني أول شيء كل تقدير واحترام للواء عباس إبراهيم ولدوره أنا عبرت له شخصيا وقت الأطلق مخته فيه أعزاز طبعا وتمنت علي وقت مواصل جهوده لإطلاق سراح الرهيبات والمطرنين واليوم نقول له يعطيك ألف عافية كمان منا نطالبه بمواصل جهوده لإطلاق المطرنين وكافة المعتقلين في السجون السورية لأنه هناك أبرياء كثور مازالوا مخطفين ومعتقلين في السجون السورية التواصل والدور الذي يقوم به اللواء إبراهيم وبكل بدون ضجة يعني وهذا اللافت في هذا الإطار مع الجانب القطري أو غيره من المعنيين وصولا للإطلاق المطرنين إبراهيم عفوا يعني يوحنى إبراهيم واليازجي ولكن من بعد إذا تم الانتهاء من هذا الملاف موضوع بالسجون السورية يختلف تماما موضوع آخر يعني أنا برأيي لازم يكون هاي أسهل موضوع لأنه اليوم في أطراف كتير داخلية في لبنان علاقتها جيدة مع النظام السوري وبعتقد أنه أقل الإيمان للنظام السوري يحاول يعمل شي صفحة بيضة بعدها الصفحات السودية اللي انطبع فيها ويفرج عن هالمعتقلين خصوصا أنه البعض منهم بعض منهم في بعض أدلة ومعطيات عند أهليهم عن أنه شهدوا وبعضهم أحياء ونحن هوني يعني منخص بالذكر كلهم أحباء إلى قلوبنا بس منخص بالذكر بطرس خوان منخص بالذكر رفيق لأقلنا من بيت الهندي من جديدنا من بيت حمز ومن زحلي إلى كتار كتار يعني ما بدي أسكر الكل هادي الدولة البنية هادي بعضهم صرخة بلوب وضمائر أهلهم وبالتالي مفروض أنه المعنيين بلبنان يستغلوا اليوم هالوضع في سوريا وربما الندم عند بعض الضباط اللي اعتقلوا هاللبنانيين وظلمون وعزبون وأن يسعوا لإطلاقهم هل لفتك بالفيديو الذي وزعته جبهة النصرة وكان واضح أنه هذه الصورة الجميلة إذا بدنا نقول هذا الإنسانية وحتى الرهبات شكروهن قبل مفلو إنسانية ما فيه لأنه هم موضوع مادي بالآخر في صفحة أبضوا يعني حسب ما سمعنا اليوم حوالي 25 مليون إيرو وهو دي يعني معادة المعارضة يعني عم تشتغل من أجل تحرير وطن أو حرية وطن عم تشتغلوا تجارة عم تشتغلوا تجارة بالبشر عملية الخطف أصلا مرفوضة طبعا ما بعرف الفيلم اللي شفناه هل هو كانوا ملزمين الرهبات أنه يبتسموا ويقولوا اللي قالوا أم كانت معاملة جيدة واضح أنه عملوهم معاملة جيدة يعني على كل حال بكرة الأيام تكشف كل الوقاع المهم حمد الله على السلامة طبعا الحرية غالية والرهبات يعني لازم لهم هون بريئات وبالتالي يعني هاودي شغلتهم يصلوا لألنا ولكل العالم ويقوموا بعمل خير حرام إزائهم نتأمل أنه ما يصير عملية خطفهم جديد لا بلبنان ولا بسوريا يعني ما بعرف إذا 25 مليون إيرون رح تغري لعملية خطف جديدة فينتبهوا البقية البقية من الرهبات والإخوار الموجودين بالأديرة لأنه ظاهر أنه استطيبوا عملية الفدية وبالداخل اللبناني أيضا ما هيدي بالداخل اللبناني صارت تجارة علنية بالأول ما بقى توفي معهم سرقة السيارات لأنه سرقة السيارة عم يرجعوا بيعوها بسعر قليل بينما سرقة البشر نعم وسرقة حقوق أهلهم صارت سهلة جدا نعم لنرجع لموضوع رئيسة الجمهورية تحديدا بعد ما قيل وبعد ما قالوا رئيس الجمهورية وارتفع هذا السقف والحملة على رئيس الجمهورية مبارح هناك تحرك كما جاء اليوم والصورة بصحيفة المستقبل أمام أحد فروع الجامعة اللبنانية رفع طلاب 14 أذار الصوت عاليا وواضحا في كل جامعات لبنان في وقفة تضامنية مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مؤكدين أنهم مع الثلاثية الذهبية الأرض والشعب والقيم المشتركة وبعد قد يعني كان فيه توضيح لرئيس الجمهورية أول شيء يعني الأخلاق والمبادئ بتفرض عدم البس بمقام رئيسة الجمهورية قصوصا متى كان رئيس الجمهورية عم يعبر عن أمال وتطلعات الشعب مثل الرئيس ميشيل سليمان وبالتالي الطلاب هني الحركة السيوسية اللي مفروضة تكون بالبلد وهني قارئين جيدين للأحداث واليوم لما بيشوفوا أنه عم يتعرض الرئيس ومقام الرئاسي لهذه الهجمات البشعة أقل الإيمان عند الطلاب هو اللي عملوه فإنه يتجمعوا ويعبروا عن تضامنهم مع رئيس الجمهورية فلذلك نحن منشد على إيد الطلاب وهني أمل لبنان وبدنا إياهون يضلوا يفكروا بالحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية أيضا بالمستقبل وبزاوية المستقبل اليوم تحدثت عن تحرك الطلاب لأربعة عشر أدار وما قالوا هؤلاء الطلاب من خلال هذا الصوت أنه شافوا برئيس الجمهورية هذا الرمز هذا الأمل إذا بدأ كلم يمثلهم وتحدثوا عن مواقفه يمكن لأول مرة حدب يحكي بهذه الصراحة كل حديثي من أول ما بلشنا الحلقة وأنا أحكي لك عن هدف أربعة عشر أدار ببناء مؤسسات الدولة اللبنانية اليوم رئيس الجمهورية هو رأس هذه المؤسسات اللبنانية فلذلك اليوم طبيعي أنه نكون كلنا مجندين للدفاع عن المؤسسات والرموز ومنها رئيس الجمهورية نظرا لما يمثلون من بقاء للدولة اللبنانية طلاب الكتائب كانوا مع أربعة عشر أدار موقفنا الدائم والتاريخي هو الداعم لرئيس الجمهورية الداعم لرئيس الجمهورية هل كتائب دعم أيضا للتمديد لرئيس الجمهورية بلش يطلع كلام أنه إذا كان لبنان في خطر أو ظروف كانت تتجنة نحو الفراغ قد يكون التمديد لرئيس الجمهورية خليني قللك يعني بالأول بنطلق من مواقف فخامة الرئيس شخصيا يلي بقول أنه بيرفض التمديد ومش مصدق أنتين بيسلم الأمانة ويفل على بيته فمنحترم هذا الأمر بانتظار صدور موقف آخر لكن إذا وصلنا إلى النهاية وما عندنا خيار إلا التمديد أو الفراغ فطبعا نحن نذهب إلى التمديد لأنه وجود الرئيس هو ضمان للمؤسسات ورئيس سليمان يعني نحن نكن له كل تقدير وأحترام بالسفير اليوم العنوان هو لا بيان وزاري ولا معلولة في صورة لرهابات معلولة هو تبشير المعركة الرئاسية فرنسا والسعودية مع التمديد وواشنطن إلى التغيير وفي كلام في خلال المقال عن تحرك ديفيد هيل يلي كان بالرابي والاتصالاته في خارج وبالتالي كأن فيه انقسام بالرأي المقليمي والدولي مش خافي على أحد أنه فيه رأي فرنسي يقول بالتمديد عم نقرأه عم نستمع إله فيه أراء محلية عم تقول بالتمديد فيه خوف من الفراغ فبيقولوا التمديد أفضل أنا بأعتقد أنه عندما ننتهي من معركة البيان الوزاري وتنال الحكومة الثقة سينتقل كل اللبنانيين إلى مواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية ويفتح هذا الملف على مصر عي لأنه حتى اليوم بعد ما شفنا حدا قال أنا مرشح بكل معنى الكلمة ليش؟ شو السبب؟ يعني يمكن تتذكر بالانتخابات النيابية 2013 أنه وصلنا لآخر نهار وما حدا كان مصدق أنه ممكن يصير فيه انتخابات نيابية وبالفعل ما صارت فيه انتخابات نيابية ما بعرف اليوم إذا كل واحد من المرشحين للرئاسي عم يعملوا حساباتهم هل هناك انتخابات رئاسي الجمهورية أم لا ولكن هذا دليل أنه الاتجاه قد لا يكون هناك انتخابات يعني الرئيس الجمعي الموجود دكتور جعجعر عماد ميشيل عون كثر هني المرشحين الافتراضيين لكن عمليا بعد ما حدا هو عادة نيابية جمهورية ما بيعلون ترشيحه بيخود معركته بيصابته بيصير فيه تداول باسمه جو أنا برأيي أنه هذا الجو يبدأ بعد نيل استقار من قبل مجلس نيابي للحكومة بانتظار الانتخابات بسوريا في اليوم طبعا يعني ما بعرف إذا فينا نظر عن موضوع الرئاسي أي رئاسي بسوريا في مبروك هلأ التمديد للرئيس بشار الأسد أو إليه جديد أو التمديد لأنه الشروط اللي عم يبحثوها مجلس الشعب السوري تنطبق على الرئيس الأسد تنطبق فقط وفقط وفقط على الرئيس بشار الأسد فمبروك بسلفان يعني لأنه بعده عم يتحكم برقاب السوريين والرئيس بشار الأسد سيبارك للرئيس اللبناني عمد سنتين التمديد يعني إذا رحنا بمنطق التمديد سيمدد لكل شيء في البلد يعني هل إذا عجزنا عن تأمين انتخاب رئيس جمهورية هل سنستطيع إجراء انتخابات نيابية مع أنه نحن مع خلص المجلس بضعج فيه مهلة التمديد لألو بدأ كمان أيضا كمان بدأت تنتهي بعد ما فيه قانون انتخابات كمان نحن بتذكر أنه تم التمديد لأننا لا نريد أن نخود الانتخابات وفقا لقانون الستين من خلال اتصالاتك فيه بحث بهالموضوع أنه موضوع انتخابات نيابية موضوع قانون انتخابات ما فيه شيء ما فيه شيء ما فيه شيء يعني أنا كثير الحركة وكثير الاتصالات وكثير التواصل لكن حتى الساعة ما فيه شيء لا على صعيد قانون انتخابات وانتبه مع أنه هون بين هلالين إذا توافرت نيات من عمل قانون انتخابات نيابية بسعتان لأنه تقريبا للمشاريع القوانين جاهزة جاهزة ما بدأ غير يعني نحط الألاف على الباب والباب على التاب ونضبط الأمو نعود إلى الخلافات بين 14 أذار حول موضوع النسبية وغير النسبية ان شاء الله هلالا تبع الاستفافات السياسية هي زيتة من هلالانتخابات النيابية بموضوع 14 أذار تحت عنوان ذكرى 14 أذار هل تكون الأخيرة كتبت ميسم رزق بالأخبار مهرجان الشاشات كما تقول هو الوصف الذي يمكن أن ينطبق على ذكرى 14 أذار هذا العام بعدما قررت بعض القيادات مخاطبة الجمهور عبر الشاشة فيما لم تحسم قيادات أخرى قرارة بعد الذكرى تحل في ظل خلافات وانقسامات سياسية حادة داخل هذا الفريق دفعت البعض إلى توقع أن تكون المرة الأخيرة التي تنظم فيها الأمانة العامة هذا المهرجان كنا حكينا يعني أنا مش كتير يعني مش كتير رضيان على أداء 14 أذار بس بزيت الوقت مش كتير متشائم بمستقبلها لأنه جمهور 14 أذار وثورة الأرز بعده موجود الشهداء مش هيروح دمهن هدر القضية بعده موجودة الزخم بعده موجود لكن فيه مثل ما قلتلك فيه نوع من الإحباط نتيجة الخلافات الداخل 14 أذار في الرأي خلافات بالرأي مش خلافات أخرى وبالتالي نأمل نأمل أن تتم معالجة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن لأنه 14 أذار حاجة ضرورية للبنان السيد الحر المستقل وحاجة ضرورية لبناء المؤسسات في الدولة اللبنانية فطبيعي اليوم بعدما أنجزنا الكثير يكفي أنه أنجزنا تحرير لبنان أنجزنا كحسن الطائفية المحكمة الدولية أنجزنا وحدي مميزة كانت بفترة من الفترات يجب أن نعود إلى هذه السورة لأنه 14 أذار مثل ما قلتلك حاجة ضرورية للبنان السيد الحر المستقل نعم رح نتابع معك مع الوزير إليماروني القسم الأخير من كلام بروت وتحديدا بالجانب السوري بعد هذا الاستراحة اتقوا معنا مشاهدينا هلا بكم مشاهدينا للقسم الأخير من كلام بيروت مع معالي الوزير إليماروني بالموضوع السوري تحديدا يعني بعد هذه الحملة العسكرية الكبيرة على منطقة القلمون اللي هي كانت تقول معارضة هو الحصن الأقوى النظام السوري بات على مشارف يبرود وبعد فيه موضوع الخطوة العملية للنزول إلى يبرود ماذا تبقى من هذه الثورة في حال النظام ربح معركة القلمون وبحلب أيضا يتقدم وباقي المناطق يعني خلينا نكون جديين المعارضات تتحمل المسؤولية لأنه طوال السنوات الثلاثة اللي مضوا ما شفنا معارضة موحدة عم بتخود معركة بناء سورية الحديثة كنا عم نشوف معارضات متناحرة حتى كانوا يختلفوا بالمحافل العربية والدولية عندما تتح لهم الفرصة للإطلالة مين يلي بدوا يطل أو يسحبوا منه التفويد أو يعتبروا ما بيمثلون فضلا عن أنه الثورة بتكون ثورة على الظلم كتير مطاريح يعني نحنا عم انتبعها شفنا أنه المعارضة كانت عم بتكون هي ظلم أكثر من الظلم يلي عاشوا منها النظام فقدر النظام فزع المجتمع الدولي بداعش ونصرة والمضطرفين وقدر انتصر على المعارضة لأن معارضات ما كانت معارضة موحدة أنا بتذكر أنه بحديث مع السفير الروسي بلبنان ببداية الأزمة سأل سؤال كنا نحنوية من هو البديل اليوم بعض السؤال هو ذاته من هو البديل عن النظام فإذا البديل عن النظام هذه المعارضات يلي بتخطف يلي بتقتل يلي بتسرق أنا عم بلتقي بفعاليات سورية من المهجرين إلى البنان من كبار التجار وأصحاب المعامل يلي عم بيخبرونا أنه الثورة هجرتهم وعم تاخد منهم أموال لقاء سمح لهم بنقل معداتهم ومعاملهم من حلب إلى عكار أو إلى لبنان بصورة خاصة ولكن هل فعلا هل هم هؤلاء يلي أنتجوا الثورة السورية؟ أم أنه لا اللي دخلوا على الثورة؟ هاودي دخلوا على الثورة وعم بيضيعوها والدليل أنه الانهزمات العسكرية المتتالية وبالتالي غسل اليد الدولية مما يحصل في سوريا لأنه مش عارفين شو هو البديل وشايفين أنه البديل اللي طرحته الثورة هو بديل غير قادر على قيادة المرحلة على كل حال الأستاذ أسعد حيدر يعني يكتب اليوم بالمستقبل وتحت عنوان ثلاث سنوات على الحرب ضد الشعب السوري ويشير إلى موضوع ما جرى على الصعيد السياسي فشل جناب اثنين وأنه موضوع وقد الحل السياسي الآن لأنه ما يجري على الأرض هو قد يحسم الأمور العسكرية يعني عم نشوف في تقدم للنظام خلينا نقول قداش التقدم اللي رح يدر بمناطق لبنانية موازية ليبرود وفليطة يعني بقصد عرسال قداش المناطق اللبنانية رح تدفع التمن بيصر غياب الدولي الحامي والضامني لأمن المواطنين في تلك المناطق وتحديدا بموضوع يعني الحدود اليوم في غياب للتفجيرات ولكن القصف على الحدود على المناطق بالإبقاءة تحديدا وأيضا بمنطقة شمال عكاة فيه احتلال وتوغل متل ما شفنا بعكار منذ لحظات يعني الزميلتك كانت عم تحكي كانوا في اشتباه شيء أمني يعني عم يتوغلوا بكل حرية واليوم إذا كانوا تقدموا كيلومتر ما في شيء بيمنعهم يتقدموا 10 كيلومتر بالمستقبل مدام في خلاف لبناني أنه بعضهم لحديث الآن في أفريقاء لبنانيين بيعتبروا الدخول السوري يمكن هذا المطلوب عندهم أو هذا المنقذ لهم أو هذا دخول شقيق ومحب إلى الأرض لبنانية ولكن هل بعد بحاجة إلى الكلام عن موضوع ضبط الحدود من الجيش أو اليونيفل مدام أنه النظام تقريبا سوف يسيطر على هذه الحدود ويمنع موضوع المسلحة سوف يسيطر على حدوده لكن المنطق يقول أن حدودنا يجب أن تكون مضبوطة ومصانية لأنه ما تنسى أنه وراء الحدود السورية في مرات في عنا قرى ومدن لبنانية غير موالية للنظام السوري الذي سيطر على هذه الحدود فكيف منحمي ناسنا منتركهم لحدود سيبة ليفوتوا أهل النظام وقت البدن ينتقموا من شعبنا من هون يدور الجيش اللبناني بالانتشار على كل المعابر الحدودية وعلى الحدود اللبنانية السورية حتى يمنع الفريقين في سوريا من العبور باتجاه لبنان لأنه لبنان نرجع بنكرر مئة المرات هذه دولة سيدي حرة مستقلة بختم هذه الحلقة وعلى سعيد أبطرفي البعض يقول خليش حدود مفتوحة لأنه في حال تم اقتحام أوكرانيا ليسر فيه نزوح من أوكرانيا نجيبهم عبر المطار ما تعطلشهم عبر المطار شكرا لألك رئيس كتلة نواب الكتائب اللبنانية مع الوزير النائب اللي ماروني على وجودك معنا اليوم وشكر لكل المشاهدين يلي تابعونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة